اشتركوا في القناة 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 بلاد الحقرة والظلم نعم أخي علي بن صيف أخوة ويوسف يقول لنا مرحبا صباح الخير صباح الخير عليكم صباح الخير عليكم كاملين صباح الخير عليكم كاملين قائل متبعين دينا من طنجل القويرة تقول لكم صباح الورد وصباح اليسمين وصباح الخير لكم كمي معنا في هذا البد الصباح المباشر الموضوع دينا هو الهجرة الغير الشرعية او كما كنسمي ونحن نقوله الحريك بلغتنا شنوف نظركم لي كي يخلي الشباب يغامروا بحياتهم باش يعانقوا اوروبا عن طريق الهجرة الغير الشرعية كان بزافت المشاكل بالنسبة لي انا كرأي شخصي كان بزافت المشاكل من بينهم ان الكتف السكانية كما كتعرفو دبيا كل عائلة دينا تلقى 4 عائلة الليلة واحدة فى 60 متر يعني حدى زوجه III دراء اخرى تولى الظهر ههه مشكلة للمشاكل مشكلتين من مشكلة الكثير هلا غير مشكلة لهم وبرينا رأيكم انظركم هم انظركم أصبح خير عليكم كاملين أول نهار في الووكيند يدل عليكم ألف ألف خير ما في نظاركم الحل؟ يجعل الشباب يفكر الهجرة غير شرعية و يجعل الشاب يغامر بحياته يجعل الشاب يفكر الهجرة غير شرعية أخي يا رشيد سوف نرى الحديد من هناك لماذا لا يعمل في بلادنا الحبيب أعطى الله ميت لها أخي يا رشيد أخي يا رشيد أخي يا رشيد أخي يا رشيد العمل أخي أسامي يقول العمل أخي يوزفي يقول لقمة العيش يا أخي نعم أخي كلامك صحيح أن كل شيء كل شيء يقول لك يفكر في حد القمة العيش يعني كل شيء يبغي العمل كل شيء يبغي الطنوبيل كل شيء يبغي الحديد كل شيء يبغي الفلاس نحن نعطي معنا نحن نعطي ونبغي الأفكار نعطي كل شيء يبغي عمل في صباح المباشر من مدينة بسليمان نقول لكم صباح أخرى لكم كاملين من طنجل قويرة وهاد من مدينة المتابعين لخارج أرض الوطن جليل المغربي المقبول الخارج نقول لكم صباح أخرى لكم كاملين في هذا الأبط الصباح المباشر نور راميرز تحيتي من بروكسيل تحيتي لكل الناس اللي في بروكسيل وكل الناس اللي في نحاء المغرب العربي والمغرب الوطن وكل يقع العالم نقول لكم مصباح الخير لكم كامل نورا ميريزكي يقول لنا الفقر البطال الشباب يدرسوا يكمل دراسة يأخذ الشهادة ويعلقها في الدار حتى الآن في أوروبا إلي ما عندك أوراق إقامة صحيبة نعم أخويا بزاف الشباب المغربية حاليا اللي هاجروا يلقوا مشاكل كتار من المشاكل أنه في العمل صعيب باش يتأقلم معهم و باش يخدم معهم أخويا محمد كي يقول لنا لقمة العيش نعم أخويا كما قلنا أن لقمة العيش يكتلعب دور مهم و جزاف كل شيء ولا المشكلة هو أنه كي يغامروا بحياجه المشكلة أنه كي يغامروا بحياجه مكيبشي في قارب قارب صغير شعر فيما واحد فيه تقنيبنا واحد ستين واحد لا تقنيب بحياجه يعني كي يقول في الله ينعيش في نموس انا فراسي راشي أخويا عبدالله بوسكري كي يقول أجرة قليلة أعمال قليل نعم أخويا عبدالله هذا سبب بالأسباب أنه تابعنا الأجر يغري يعني في بلاد المهجر يقدروني أجر يغري المقارنة مع المغرب دي أن الحبيب كان واحد الفرق أنا عايشة في بروكسيل هذه الثمنتاشر حتى أنا هزرت من قلة الشي ها هي معنى أختي المباشر من بروكسيل حتى هي هزرت المغرب بطريقة شرعية كيما تقول دبايا وش مردها هو قلة الشي كيما تقول محمد محمد الحوح وقرة في هذه البلاد نعم أخويا نتمنى أخيار الجامعة والكل المتبينة وشوف الأوفية الموبة دينا الصباح وهو الهجرة غير شرعية ما هو السبب لكي يخلوا بيدينا أنهم يفكروا يهاجروا البلاد المهجر ما هو ذلك يجعل الشذب يغامروا بحياتهم لموالقة أوروبا يعني كما نقول لك يخلي ابنديم يفكر في حرك يهاجروا اللادو ويغامروا بحياتهم في البحر ما هو السبب ايمان كتبت ليه قليلا هل تفكره جيد؟ الحمد لله ما زال 22 مليون 22 مليون ايمان كتبت ليه واحدة قليلا زكريا اخوها كتبت ليه العمل الذي عيشناه هشام سماهري يقول الحقرة في المغرب لا تأخذوش حقنا في العمل اخوة محمد يقول بلاد فيها انصرية لا تريد الخير بضياتهم تريد الخير بضياتهم نعان صحيح نور راميريز سمحي لي على الخطأ على أختي ديالنا الكريمة بادي راشيد حتى هنا إلا ما عندك الأوراق يعني الأوراق يلعبون دور مهم كما يقولون يعني الأوراق في أي بلاسة مشكلة توقيت وتعزرتم يعني ستخدم بشي خدمة مشهية أو بشي البوادي كما يديرون على الإخوان ديالنا عبد الحميد يقول راه وخاكين الخدمة ما فيها حقوق نعم بحلا خدام بالنوار وصعب كما يقولون عزيز أبو الشعبان يقول صراحة والله عندما تنطل أمور لغير أهليها بخير ومثال عدالي كان نعم أخي كلمك صحيح هذا جو مشكلة بالمشاكل وساما حنوشي خصوصا مدينة بسليمان ما فيها فرصة الشوخة نعم بسليمان ما فيها شركات ما فيها الوزينات شام حاجة ما فيها عمار ريضا أنا ولد بن سليمان وللا مريم بلوك بي كانت تبعك من أوروبا تحياتي أخي عمار تحياتي لكل الناس كامل المغربة في أوروبا تحياتي لك أخي عمار ونحن دبنيت حدل المريم الأولى وعلي حبيبي طلم الحقرة معي جواله نعم أخي عالي كلمك صحيح ميسا إيمان قبيل أزر قليل نعم بلاد فعل عن سوريا أنا في إسبانيا فهنا أنا في إسبانيا فقر كيف فقر أخي يسير ما أفهم شو وضح هنا كلمك عبد الحاميد يقول لنا واش اللي خدم بعشرين درهم في النهار نعم مع الدولة وقرأت ألف درهم ونبقى هنا بديا راشيد أنا مشيت فيزا أصبرت ولكن أصبر الرزق محمد روستم موز بين الناس والعنصرية بين الناس صحيب تكون حاجة مدينة نعم فهوز ناصري بلادنا زينة كين الصنعة تخدم نعم كلامك صحيح القمع والدقة ما يجيش من دقة من الراعي نعم هذا المكان الراقي ما نسميه ب للا مريم للا مريم للا مريم للا فوزيك يقول فوزيك يقول السلام صراحة اللي عنده ميتي يخدم مزيان وخاما عندهش لوراق نعم اللي عندك الحرفة يعني متمكن من واحد الحاجة واحد الميدان يصير الفقر في المغرب اللي كي يخلي بنادم يهاجر بلاده وعائلته نعم نشوف أخي مورو لهم نوار ومعزز كات مواب وانا أخي في المينيو في طاليق ونحن نخسر ونهارة ما من البلاد؟ أولا محزنون الله يعطيني أمريكا من الغربة أخويا كينغ يقول فقر وتحميش وزاب الرئيسي في الهجرة من هذه البلاد السعيدة نعم كلامك صحيح يا كينغ أميرة نادة تقول الله يحفظ ولدات البلاد من البلية ويخدموه على رأسهم أختي بشرة 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 نعم محمد رسو بلاد ماشي فخير أراه بنادم ما تساعد أخوه أو أخوه بشيكون بشيكون مجتمع متوازن ونعيش وعيد زوينا أخويا نور راميريز أختي نور أختي 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 نور راميريز تقول لنا أوروبا صح فيها الحقوق من جهة تأمين الصحة والخدمة حتى الأخر لكن الآن كثرة العنصرية وكثرة الناس صار هم غارقين ما الأجيئين ما اللاجيئين أنا أقصد بلجيكا نعم أني صراحة أخوهم مزاف من خارج بلاد المغرب من أوروبا هم نستفذوا منهم هم خير دليل شعر من الوحدة تبغيت جدي واحد من الماروك نهار يدر أراقي يطلق ويحيد يجيب بنت عمو ولا بنت خالته نعم صراحة أحسن فكرة أختي بادية رشيد أحسن فكرة صراحة هذا واقع كما نقوله كاملين شعر المواحد كتغمر معه وحده كتدي وتقضي ورقة وكل شيء ينفل قضي ورقة كي يسوسة كما نقوله كي يطلقها ويجيبون عائلته وكتغمر وكتغمر نعم أعطينا أفكار ناقش لأننا أعطينا أفكار جديدة الدين يقول الحكومة والدولة هم السابق عام شو نطلا رسل اناركم اللي ك خليشة فيغام روحياتهم باش يعانقوا أوروبا عبر هجلة غير سرعية تمكوا معنى فيلت مباشر وصباحين من مدينة ابن تليمان كما أعودناكم يوميا كنتم أن نقصي من مدينة بن سليمان كمراك نحاول نقش موضوع اليوم عدنا موضوع الهجرة هذه كمراكة عدنا موضوع الخيانة الزوجية نريد موضوع من نقش وغدق من عندكم وغدام بروغرامي كيش مشكي نكملو هذا الموضوع عطيونا بعض الافكار عطيونا شنوما اسباب الفقر والحقرة فاطمة الزهرة نعم هشام سمهاري يد العاملة نعم هدو المشكل يعني تتدد من الاجهر سميك مكنش تقريبا و لكن سميك اشي حاجة هدو كبير مشكلة بالمشكلة النورة مرز صحيح بنات اوروبا اكثر همنيا اكثر همنيا نعم فقط فيم ديك تشيقا و كي حاول معود البلاد و يديه اشياء المشكلة حتى اولاد البلاد فيهم و ما فيهم من عموش محمد روستوم هي الحركة و التمييوز عنصرية المومن يقول سابر اخي كريم هو التسير الذي يحكم البلاد عبد الحميد يقول اخي يشارك هنا هنا يخلصوا الخدمات باقل 100 درهم في الشهر سولت واحد و سيقدر عنده كلب يخسر عليه 1000 درهم في الشهر نعم بوشرة في هاد الزمان في هاد الزمان اللي كي نعيشوا فيه دربا عندك دوز ما عندش سير فعالك لانصورية في بلادنا كتيرة للأسف نعم مالك اسمي مالك اسمي مالك اسمي مالك اسمي جوع الحقرة جوع الحقرة جوع الحقرة قباحة والله الفرق فقرة كنت سنو منكم متباق شديد الاوفياء زيدونا افكار اخرين زيدوشي حاجان هاد الموضع بقي فيه بزاف في نظركم انتو مايا لابن ندودوا الفقرة التانية من هذا البرنامج السباحي إذا بغينا نحددوا من الهجرة شنو خاصنا نديره مثلا ما هو المطلوب شنو نقدروا نديره باش نحددوا من هاد الظاهرة في نظركم انتو مايا مثلا احنا بغينا نحددوا من البرنامج السباح من الهجرة السرية شنو خاصنا نديره اذا بقولك انك نقشه النسلك يهاجره اذا بغينا نقشه العكس باش ما نخلي مش فكروا في الهجرة شنو خاصنا نديره كديم على المواطنين من طرف حكومات العربية وعدم ايجاد حلول جيدة ريالي مشاكل لجواجه الشباب فرش معتش فرص الشباب نعم يعطينا حق حقوقنا صعيب اخواني نحددوا من ظاهرة الهجرة نديره لبنادم فين يخدم نعم نعم كل شيء يخدم بلاسينيسيس بلاسينيسيس كل شيء يجعبر نعم 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 لسمي نعم بلاسينيسيسيس اخواني في الاخر ما خلصوش هذا باش يتظهر بحياته باش ميبقى شفتيك البلاد نعم ام محمد لامين كجهول امي قمعوناش سولو طهت نعم طارق يقول كل شي حاجر هذا هو الحل وحيد توفيق الشماج ما يبقى ببك صاحبي في البلاد وزيد وزيد مغرب زيرو اصلا عمرهم سوف يلقاوا الحل دعوا الناس دبر على رأسها امي لكم انتوما اروب بلا ديبلوم لعداء بجه النام كحلى بلاد نظاعش بزاف خاصهم يعودوا كل شي في الطحين لا يقول شي تعود نعم هذا الناس دون حلول كيف يكون شموه الحل باش نقصم الهجرة الهجرة الشرعية شنوما الحل في نظاركم شنوما الاسلوب غادي قد تختارحون شموه واسلوب غادي قد تختارحو باش نحدو من الظاهرة الهجرة الغير الشرعية موسيقى موسيقى الناس صباح الخير لكم كاملين صباح الخير للناس اللي في المغرب والناس اللي خارج المغرب جاي المغرب المغرب والخارج حتى هم اقولهم صباح الخير عليكم كاملين انا انتمنى كله يخرجوا على النار امين ارحيب اخويا بن سليمان هذه الجريدة احدها احدها نجا خمسة عشر عام هي بلاده فيها قريصاج مرحبا اخويا ارسلها الخاصة دعني ارقم ذلك وانا انا اتكلم معك وانا ارقم ذلك بلاده الحقرة من اللي مبقينش فيه ما يبقاش فيكم الحال اخوتي كلنا راجعون الله وانا اخويا هشام اسمه هاري يقول تغفر الدماء للشماع وتغفر السكن هي الحد من العزوبة وانا امسة الشفاء نعم في ظهرة وحياتك تقول انا مبقى كيبالي والو غير وانا نقراسي حتى الخدمة والو حتى في الديور ما كيناشي الله غالب يقول الله معك وانت من القلب لا تقسيش لا تقسيش حولي لا تبقى يكون لا تقسيش الله معك وصافي كامل 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 كيقول فاطمة ازهرة يقول يريد الله يريد الله كتر القميع مثلا تمشيش مؤسسة تكون مخلص فلوسك والله يتنذيروا بالله تحدي 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 خاصة تربية كامل كروش الحرام سيموغاد فيف أوروب حسن مراد سياحة حشو معليهم المغرب وموفر ليهم دريب بورتوراس توفيق فاتح هنا لم تكن ترقيش رأيك مرحبا اخوانات الرأي ديالي مرحبا واش انا وانا اخدام لديك الراس نعم هربت سلك أبقى شو الحدود على الناس تعيش نعم نعم اتعبت هنا اعطلنا موذل اللي بغت تنقشو غذا موهتش بيعني رقو فيها اعطلنا موذل غذا موذل اللي بغت نختم لقد نشعلها في الصباح أعطينا موضوع على الأخوة المتبعين اليومين التي تتبعون في البت الموقش لقد أطبينا بن سليمان أعطينا موضوع من دقش وقد نشعلها في الصباح أعطينا موضوع من عندكم خشيفاتيحة الله يصوب أعطينا موضوع قدام سوف نقشق في الصباح نقول لكم الصباح الخير لكم كاملين ونقوم لكم ويكند ويكند جزيكم ألف ألف خير أخي صحابي هاجروا قبل 18 سنة وداروا لباس وأنا بقيت هنا أقسم بلاب السباط حزموا السرك سوف نقول لك يا عبد الحميد الله يصابه صحابي الله يصابه صحابي الله يصابه الجميع هذا الشيء اللي كنت منه محمد زانيد السلام الصباح الخير كي صباح شي مزيان نبقوا له في المغرب خاول المغرب خوفي غير اللي بيدو فيه نعم بشرة الله يسهل على الجميع والله يحفظكم كاملين أخوتي والله يرزقكم أمين يا ربي تحياتي أخوة السيموغاد تحياتي لك وتحياتي كبيرة كبيرة وكذلك عزيز الحمد بحالة لك صباح بحالة أخوة تحياتي لك كذلك وكل متبعي قصة فين داركم أخوي حسان محمد الشريف مغاربة حققارة شوفوا ربك صاحب الرشوة وزيدوا وزيدوا لهم أخوي البلاد نعم أخوي محمد الشريف أخوي حسان أعطني داركم فين أخوي ملحنوني أخوي ملحنوني فأخوي ملحن نعم مريم 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 محمود محمود حسنا هذا عام لا يصاب نعم لا يصاب مريم مريم نعم مريم 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 موضوع الجريساج موضوع الجريساج من ناحية القانونية ناحية قانونية تأتي الناحية ناحية قانونية تغيرها تخفوا على الدرويج تحياتي تحياتي لك تحياتي لك هذا المسجد بن سليمان طب 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 نعم كوي حسن مرحبا بك بن سليمان صباح الخير أختي حجة صبري صباح الخير كومتبعين قجل في القوفية صباح الخير عليكم كامل في هذا البد المباشر صباحي معنا قد نخدمه بموضوع القريصاج صافي مرحبا اذا متبعين يا كرامنا بقنا نودعوكم ونقول لكم تمنى نهاركم يدوز الف الف خير وصباحكم بروك ونتمنى ويكيند ندوز لكم في المسراج والأفرح كما نقولون بقنا نودعوكم وتبقى خشل القوفية كما نقول لكم نلتقي غدا نشوفه المياه قبل ما نمشيه في المغرب خاصتوا يتطبق اللغة العربية اللغة القرآن ويحي يديك الفغناصي كيف قاد دوانا متبقى الوقت الأصلي هذا هو الموضوع الأهم ويحي يديك التغيير من بعد يمكن نعطيه أفكار شكرا بن سليمان جميلة فيها خدمة ناعم شكرا جزيلا سري سريتين في الدين الجميل ناعم تحييت لكم بلجيك أخويا بن سليمان أخويا أختي نور بن سليمان جاتبين ضربة ضربة شكرا اذا متبعنا نودعكم على هذا الوردة الجميلة ويقول لكم نهاركم بيدوز ألف 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 خير تحييت لكم كاملين متبعنا كنتم مع نهبة مباشرة من مدينة بن سليمان